وخلال الاجتماع الوزري العربي الأوروبي رفيع المستوى بشأن تطورات في قطاع غزة دعا المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة كما دعا المشاركون إلى توصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ورفع كافة القيود التي تعرق لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إن الظروف التي تجمعنا اليوم مفجعة حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر عن مقتل ما يزيد عن 34 ألف مصفلسطيني وهجر 75% من سكان غزة فأصبحت المجاعة واقعا يعيشونه إن الاكتشافات الأخيرة المقابر الجماعية في مدينة ناصر الطبية له أمر مروع لا يكاد يمكن تصديقه وأنه يتم وينم عن استهتار بأبسط المعايير الإنسانية وانفلات تام من العقاب وأننا هنا نحذر بشكل لا مجال للشك عن الاجتياح المحتمل لرفح سيؤدي حتما إلى كارثة الإنسانية وعواقب وخيمة أن الوقت قد حان من أجل دفع هذه الجهود قدما استفادة من الجهود الأخرى التي تمت في أسلو والزملاء الذين آتوا من مختلف البقاع من أجل المساهمة بفاعلية في دفع هذه المبادرة وأولئك الذين آتوا من أوروبا فإنهم يؤيدون هذه الجهود السعية لتحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وإننا في مرحلة صعبة جدا لست بحاجة إلى إعادة التحدث عن ذلك لأن الوضع في غزة معلوم للجميع وفي الضفة الغربية وما يحدث أو ما حدث في إسرائيل قبل ذلك وإن كافة هذه الأحداث الدرامية معلومة للجميع وإننا بحاجة إلى أن نتحدث عن سلاسة حقائق حيث أن هناك التحدي المثل للعيان بالشأن وقف إطلاق النار وما يحدث من وسط القطرية المصرية ثانيا فإن القضية الخاصة بتوفير المداخل الإنسانية للإغاثة ونحوها حيث أن بعض مننا ظلوا يعملون من أجل ذلك وإننا في هذا نحن معنيون بدفع هذه العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل الدولتين